موسيقى مساء الخير وأهلا بكم إلى خلف الجدار بين تهديد السيد حسن نصر الله باستهداف مستودعات الغاز في حيفا وتوتر الميدان السوري واحتدام المواجهة بين الأطراف أنضت إسرائيل أسبوعا غلب عليه النقاش الأمني وبالتوازي تستمر محاولتها في سلب المزيد من الأراضي فيما تشكل قرية أم الحيران في النقب نموذجا أما أونلاين ففيديو لجندي إسرائيلي يدفع مقعدا فلسطينيا عن كرسيه لهزو مواقع التواصل هذه هي عنوين حلقة الليلة من خلف الجدار التي نستهلها ببعض الأخبار ونبدأ من الزيارة السرية التي قام بها رئيس الموساد يوسي كوهان إلى الولايات المتحدة كوهان التقى رئيس السي آي آي وغيره من المسؤولين الكبار ونقش التعاون المشترك في موجهة إيران ومجهة أخرى أعلن نتنياهو أن نواب اليكوت كافة سيدعمون قانون إقالة النواب وأنه حصل على دعم كل كتل الائتلاف الحكومي وفي وجه من وجوه العنصرية تمنع جامعة تل أبيب العاملات في مركز الرد الهاتفي من الإجابة على تساؤلات الطلاب العرب عن رسوم التعليم باللغة العربية بينما تسمح بذلك للأجانب وبالأرقام نشرت صحيفة يدعوت أحرانوت ملخصا عن وثيقة للجيش الإسرائيلي والشباك حول الانتفاضة الفلسطينية وتشير الأرقام إلى أن نصف منفذي العمليات الـ 228 هم دون العشرين ويقولون في الجهاز الأمني أن هذا الفلسطيني الجديد لا يتأثر بعقوبات الجيش والاعتقالات في منتصف الليل هذه الأخبار التي اخترناها لكم في بداية هذه الحلقة الآن نبدأ مع فقرة في العمق اشتركوا في القناة ما انهدد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بدرب مستودعات الأمونيا في حيفا حتى استنفرت إسرائيل الرسمية والعسكرية لبحث هذا التهديد وتمأنت السكان إلى أن حزب الله مردوع بحسب كلام رئيس هيئة الأركان ماذا سيفعل الإسرائيليون إزاء هذا التهديد وكيف قرأوا هذا الكلام السيد نصر الله ناقش هذا الموضوع مع دكتور عباس إسماعيل المتخصص في الشأن الإسرائيلي أهلا بك دكتور عباس وقبل أن نبدأ معك الحوار سنتهب إلى تقرير من הטלוויזيون الإسرائيل במשך שנים מחל האמוניה במפרץ חיפה הוא פצצה מתקתקת עכשיו חסן עשרה למאיים להפוך אותו לפצצת אטום ואולי זה יזיז סוף סוף משהו כתבתנו מיכל וסרמן מדבר אחת יש מה לחשוש מהדרק הזה שהוא כל הזמן מאיים והוא יעשה את זה ומחכים כנראה שעד שיהיה לא יקרה אסון באמת לא יזיזו פה דברים נשרה למכוון איזו פצצה או איזה טיל לכיוון המחל של האמוניאק וזה טיל מכוון אנחנו מבקשים שהממשלה תדון בנושא הזה ושיעיפו מפה את המחל הזה לגמרי וראש הממשלה יושב בשקט, הכל בשקט, הוא יושב שם אנחנו נשרפים פה, כל קריאת חיים גם כל הקריאת העוף פשוט מאוד לא יישאר זכר, לא לחיפה אם זה יקרה התושבים באזור מפרץ חיפה לא היו זקוקים לנאום של חסן אסרלה ולהשוואה שעשה אמש בין פגיעת טיל במחל האמוניה לפצצה גרעינית כמסרוך מנענה זה עד הול חוויית לאמוניה בחיפה נתיגת קומבול הנאווי בארגונים למען הסביבה אומרים היום שאולי מנהיג חיזבאללה יצליח באיומיו לסלק מהמפרץ את המפגע הזה מה שהם עצמם לא הצליחו לעשות במשך שנים מה אומרים בפיקוד העורף על האיום הזה? אנחנו עם לירן טל, כתבי נשארי, מצטרף אלינו עכשיו הפיל הזה הרי מוכר לכולם אז מה אומרים על מה שאומר נשרלה? נשרלה לפחות לא כלפי חוץ את נאום הרב של נשרלה אמש בנאום הזה צופה גם הרמטכאל אייזנקוט והיום הוא מתייחס לדברים ואומר אנחנו פוגשים פעם בשבוע את המופע של נשרלה בטלוויזיה אפשר לפרש את התגובה הזאת כזלזול אבל אפשר בהחלט לראות את ההתייחסות הזאת שלו בזווית אחרת צהל הוקח ברצינות כל מילה של נשרלה ונערח לכל תרחיש האויב המרכזי של אקרתו הוא נערח צהל ולא חמאס ולא דעש זהו חיזבאללה לא שك بداية أن هذا الكلام لم يمر مرور الكرام للسيد נשרלה وأخذ أبعادا كثيرة فلنبدأ بالأبعاد العسكرية قبل رسالات الشكر التي سمعت من قبل الكثير من الجهات تحديدا البيئيين رؤساء بلدية حيفا رئيس بلدية حيفا للسيد נשרלה يعني لأنه أضاء على قضية أيضا الإسرائيليون ربما يعانون منها في كل أحوال عسكريا وأمنيا دكتور عباس ما هو الوقع الحقيقي الذي اتخذه هذا التهديد بطبيعة الحال هذا التهديد الذي أشار إليه سيد נשרלה بالنسبة للإسرائيليين بشكل عام هو تهديد معروف هو تهديد واقعي هو تهديد أقرى الإسرائيليون بأنه حقيقي وأنه ليس وهمي ولا خيالي وأنه أيضا متصل اتصالا وثيقا بالواقع ربما هذا ما عكس سرعة ردود الأفعال التي صدرت في إسرائيل ومقارنة بالخطابات السابقة هذا كان شكل علامة فارقة بمعنى أنه في المرات السابقة عندما كان يتحدث سيد حسن نשרלה كان هناك مواكب إعلامي واهتمام إعلامي ولكن كان يغيب بشكل عام التعقيب السياسي والتعقيب العسكري إلا في حالات استثنائية عندما كان يستشعر المسؤولون الإسرائيليون أنهم بحاجة إلى إطلاق رسائل ردعية أو تطمينية ردعية تجاه حزب الله أو تطمينية تجاه داخل الإسرائيلي كما حصل بعد اغتيال شهيد سامير كونتار وبعد اغتيال مجموعة الشهداء في القليطرة وبالتالي الجديد الآن هو أنه كان هناك ردود أفعال سريعة ربما أبرزها تلك الاتصادة عن رئيس الأركان كادي أينغون الذي غدأت خطاب السيد نשרלה تحدث أشار إلى هذا الموضوع عادت تذكير بأن حزب الله لديه قدرات صاروخية هي الأكبر وكبيرة وأنه يشكل تهديد وأنه بالتالي يأخذ هذا الموضوع على محمل الجد لا يمكن للجيش الإسرائيلي أن يتحدث خلاف ذلك لأنه بدأخذنا مع الاعتبار أن كل التقارير التي صدرت عن الجبهة الداخلية منذ العام 2006 حتى الآن كانت تشير إلى أن هناك قنبلة موقوطة موجودة في خليج حيفا وأنه لابد من معالجتها إذن هذا الموضوع عسكريا تم التعامل معه بأنه حقيقة واقعة وعادت تذكير وربما كان محرجا بالنسبة للإسرائيليين للجيش الإسرائيلي تحديدا أنه لا يملك جواما على هذا الكلام الذي قاله السيد نصر لأنه الحديث عن أن صواريخ من حزب الله ذائد حاوية الأمونيا تساوي قنبلة نووية هذا بالنسبة للإسرائيليين لا يعتبر كلاما في الهواء لأنه حتى هناك مسؤولين إسرائيليين سبقوا أن استخدموا نفس التعبير بأن الذي استخدمه السيد نصر الله على سبيل المثال الوزير بن نبي بن العيزر الذي كان وزير البلد التحتية في 2006 في حرب تموذ قال صراحة في 19 تموذ 2006 أن المعامل الموجودة في خليج حيفا هي بمثابة قنبلة نووية قد تنفجر على رؤوسنا في العام 2009 أيضا محامي بلدية حيفا قال نفس الكلام بأن هذا الأمونيا يمكن أن تتسبب بانفجار نووي إذن ما قاله السيد نصر الله الإسرائيليون سبق لهم أن قالوه وبالتالي هو ما فعله أنه أعادة تذكير الإسرائيليين بأن أن هناك خطر شديد خطر كبير وهو بالدرجة الأولى يعني هناك البعض في إسرائيل قرأه بأنه موقف ردعي بمعنى أنه جاء ردا على تهديدات أيزنغوت بأنه قد يدمر مئات القرى في جنوب لبنان هو في الواقع يعني يأخذ هذا البعض وهو أمر واقعي وحتى في إسرائيل أثنوا على أن الآلية التي يعمل بها حزب الله تجاه إسرائيل يعني فيها الكثير من المعلومات عن المجتمع الإسرائيلي عن الداخل الإسرائيلي ولكن في المقابل كان ملفت عندما قال رئيس بلدية حيفا أنه يشكر السيد بنصر لأنه بتهديده ضرب خليش حيفا أعاد إلى وجهة الرأي العام اسمها بالقنبلة الماقوطة التي تسببها المواد القاتلة الموجودة في المنطقة حتى وزير الصحة يعني هناك حاجة إسرائيلية لدى بيئيين لدى أطراف معنية بالأمر بنقل هذه الحاويات إلى مكان آخر ربما هناك زاوية قد لا يكون كثيرون مطلعين عليها لها علاقة بالتوقيت التوقيت الذي جاء في سياقه كلام السيد بالنسبة للإسرائيل كان توقيتا حساسا جدا في إسرائيل في الأسبوعين الماضيين ومنذ الأسبوعين تقريبا صدر بحث عن جامعة حيفا تحدث بأن هناك تأثيرات كبيرة جدا نتيجة انبعاث الغذات السامة هناك نسبة المصابين في مرض السرطان في منطقة حيفا أعلى من المتوسط العام والأخطر أن الولادات الأطفال الذين يولدون هناك تشوهات خلقية وأن الرؤوس الأولاد الذين يولدون في تلك المنطقة أصغر حجما مما هو معتاد هذا الموضوع أثار في السرطان ضجة وسجالا كبيرا قبل أسبوعين تحديدا وصدرت أصوات وإلى ضرورة ضرورة أن يتم التخلص من هذه كل معامل الغاز ومعامل النفط ومعامل التي هي تحتوي على مواد السامة بطبيعة الحال جاء خطاب السيد نصر الله لكي يعيد الإضاءة على هذه النقطة هذا وجده الجمعيات البيئية رئيس بلدية حيفا وجدوا في هذا الخطاب فرصة وهي فرصة واقعية وحقيقية لإعادة الإضاءة على هذا الموضوع لذلك سهدنا أن وزير البيئة الذي هو معني المباشر بالموضوع تحدث مباشرة هناك العمل لنقل هذا الحاوية إلى منطقة النقب وزير الصحة كذلك ليس بلدية حيفا جمعيات البيئية كلها تحدثت بهذا الموضوع حاولوا أن يستفيدوا من هذا الموضوع لذلك قالوا نحن نشكر السيد نصر الله ليس من باب أنهم يوجهون الشكر من باب أنه عاد طرح الموضوع على جدول الأعمال ومن زاوية أمنية أكثر من بيئية ولكن الملفت هو أن الحديث عن نقل خزان الأمونيا من منطقة حيفا إلى منطقة النقب هذا موجود من بعد حرب 2006 مباشرة حتى أن الحكومة الإسرائيلية أخذت قرار في العام 2013 بأنه سوف تنقل هذا الخزان إلى النقب في منطقة روتام وأنه في العام 2015 ينبغي أن يكون الخزان الأمونيا قد نقل حتى الآن لم يحصل أي شيء لو بدأت الآن الحكومة الإسرائيلية بتطبيق هذا التعاهد لن ينتهي الموضوع قبل عام 2018 بحسب وزير البيئة هذا فضلا عن أن الشركة التي تشغل شركة حيفا الكيميائية التي تشغل هذا الخزان الأمونيا وهي بالمناسبة شركة يملكها الآن أمريكيون وليس إسرائيليون لا توافق على هذا الموضوع الاعتبارات عديدة منها ما له علاقة أيضا بمشكلة الغاز وسعر الغاز مثلا هناك علاوة عن أنه نقل الخزان الأمونيا إلى النقب لا يحميه لأنه الكل في إسرائيل يعرف أن الصواريخ التي لدي حزب الله تطال أي نقطة في النقب فإذن هناك دعوات منذ سنوات بهذا الموضوع والخطر بالنسبة للإسرائيليين وهذا الجميع في إسرائيل يقر فيه هو أن الخزان الأمونيا يقال بأنه من أكثر الحاويات تحصينا في العالم ولكنه ثقف الخزان مكشوف وهذا بحسب خبراء في مجال السلاح في إسرائيل تحدثوا عن هذا الموضوع هذا لا يحتاج إلى قذيفة من 500 كيلو ولا 50 كيلو إنما تكفي قذيفة من 5 كيلو جرام متفجرات تسقط في هذا الحاوية التي يبلغ ارتفاعها 10 طوابق تقريبا لكي تحدث الكالسة التي يتحدثون عنها قبل أن نختم هذا الموضوع لابد أن نشير أيضا إلى الحضور الإعلامي لدى السيد نصر لأنه أيضا تم الحديث عنه كثيرا في الآوينة الأخيرة أو فيه بعد هذا الخطاب آفياس خرف بحل الشؤون العربية في موقع ولا يقول ما العمل نحن نغطي تحديدا تصريحات السيد حسن نصر الذي هو عند النجم أعلامي من الدرجة الأولى تراجعت مكانته في السنوات الأخيرة قليلا لكنه هو عاد إلى عظمته ليهدد إسرائيل مرة أخرى ونحن نتبنى ذلك بحرارة كان هناك تغطية واسعة لهذا الخطاب وكان هناك سجال كبير حول هذه التغطية وهذا الموضوع دخل كل بيت ربما من الوقت لا يسمح ولكن الرأي العام الإسرائيلي انشغل على مدى يومين ثلاثة في هذا الموضوع وحتى أنه برامج تلفزيونية بدأت تناقش هل التغطية الإعلامية الإسرائيلية لخطاب السيد نصر الله سلبية أم إيجابية مفيدة أم ضارة وكان هناك نقاش وكان هناك من قال بصراحة أن المشكلة مع السيد نصر الله أنه صادق ولا يكذب وأن التجربة معه تدل أنه إذا كلامه ينطلق من واقع وأن كلام رئيس الأركان الذي جاء في اليوم التالي يقول أن حزب الله لديه أكبر قدرة صاروخية في المنطقة إنما يؤكد هذا الموضوع وبالتالي هذه مشكلة أمام الإسرائيل ما كان بمقدورهم أن يتجاوزوها في كل أحوال الإسرائيليون أيضا ترقوا على ما يبدأ أو سيترقون باب الأمم المتحدة لأن سفير الإسرائيل في الأمم المتحدة طلب من الأمين العام شجب كلام السيد نصر الله يعني هناك أكثر من وسيلة لمواجهة يعني ربما يكون الشجب يجيب تلعادة يعني القلق والحزن لا أود أن أقوله أن كل التحصينات لم تحمي خزان الأمونيا فالشجب لن يحميه سننتقل لأن الموضوع آخر ليس بعيدا كثيرا عن ما يحدث أو التهديد الذي يشكله حزب الله لإسرائيل إذ أن كل مجمل الأحداث في سوريا أيضا تشكل قلقا خصوصا مع حضور الحديث عن حرب باردة حرب عالمية تدرحها في أكثر من منطقة نزاع ولسيما في سوريا في الخطاب الرسمي الإسرائيلي كان هذا الأمر حاضرا وزير الأمن كشف في مؤتمر ميونيخ عن استعداد إسرائيل لتوسيع علاقاتها مع الدول العربية السونية وأيضا في المقابل تسأل إسرائيل عن موقعها ودورها في ظل التوتر في الميدان السوري واحتمال مواجهة كبرى مشاهد هذا التقرير ونعود للحوار التقיפות مواجهة بشماء السوريا نحن التقفل نحن التقفل في سوريا خصوصا مع التصريحات بمسألة الحرب العالمية وحرب الباردة دخول عسكري لقوات سنية قوات من السعودية وتركيا إلى سوريا بشكل طريقة برية طبعا يعني ليس من الجو كما هو حال التحالف دكتور عباس يعني ما هو شكل التعاطي الآن في إسرائيل مع هذه القضية هل إسرائيل تحاول أن تجد دورا لها في أي مواجهة مقبلة أو أن تفرض رؤية معينة لأن مسألة قول الوزير الأمن بأن هي مستعدة للتعاون مع دول السنية وكأنها تحضر لشيء ما أو تريد دورا ما يعني بداية أن يمكن الاتفاق على ما الذي لا ترغب به إسرائيل في سوريا ولا تريده قالها من قبل المشيعلون وقالها أيضا في الفترة الأخيرة أنه ممنوع أن ينتصر المحور الراديكالي في سوريا هذا بالنسبة لإسرائيل هو الصقف يعني إيران حزب الله طبعا المقطود إيران حزب الله سوريا وبالتالي هذا بالنسبة لإسرائيل كارثة الكوارث كما يقولون في إسرائيل تحت هذا الصقف هناك إسرائيل رسمت مجموعة من الخطوط الحمراء تعتقد أنها من خلالها تحافظ على مصالحها هذه الخطوط الحمراء كانت صالحة طالما كان هناك نوع من التوازن في الميدان السوري كانت حالة جمود مراوحة بين الأطراف المتقاتلة في سوريا بين النظام وحلفاء من جهة وبين المجموعات المسلحة ومدعمها من جهة بالنسبة لإسرائيل كانت السياسة الخطوط الحمراء تلبي مصالحها وأيضا تخدم استراتيجيتها الآن هناك تحول على الأرض السورية هذا التحول وكبه في إسرائيل أيضا دعوات لدرورة التحول أو التغيير في السياسة الإسرائيلية والقول بأن الجلوس على السياج لم يعد يتلاءم مع المصلحة الإسرائيلية لابد من التفكير بطريقة أخرى المشكلة التي صدموا بها في إسرائيل هو أن الخيارات أو السيناريوهات التي موجبها يمكن الخروج عن هذه السياسة سياسة عدم التدخل بالمعنى المباشر إنها بما يخدم الخطوط الحمراء هذه الخيارات كلها مؤلمة وصعبة بذلك شاهدنا موشي علون في مؤتمر ميونيخ راح يتحدث عن علاقة مع الدول العربية وتعمد أن يستخدم تعبير الدول العربية السنية لأنه تعبير طائف لأن الكراءة الإسرائيلية التي يتم الترويج لها للصراع الموجود تحرص على تقديم الصراع باعتباره سني شيع أعلن يعلون بأنه مستعد لأن يطور العلاقة وينصقها بخصوص الصحة السورية ولكنه في المقابل اعترف أمام الجاليات اليهودية الأمريكية التي كانت في السرائيل بأنه لا يوجد لدى إسرائيل استراتيجية لتنفيذ هذا الموضوع إسرائيل مشكلتها أنها الآن الواقع المتبلور لا يخدم مصلحتها ولا يوجد بأيديها أوراق بإمكانها أن تغير هذا الواقع بشكل جزي لذلك هي الآن مضطرة إلى مراقبة الأمور إلى مراهنة على خيارات أخرى وربما تحي الفرصة لحراك ما تدخل مصالحها ذهب كوهين إلى الولايات المتحدة رئيس الموساد قد تكون في هذا الإطار بالدرجة يقول زيارة رئيس الموساد للولايات المتحدة الأمريكية زيارة تعارف قونه استلم رئاسة الموساد بشكل جديد سرية لماذا تريد أن يتعارف كان ممكن بشكل عام زيارات رئيس الموساد لا يتم الإعلان عنها لذلك يقول زيارة سرية وبالتالي تم الكشف عنها لاحقا بحثت أيضا الموضوع الإيراني بالدرجة الأولى كوهين بصفته رئيس الموساد بالدرجة الأولى هو يعني بالموضوع النووي ولكن يمكن قول أن زيارة دوري جولد مدير عام وزير الخارجية إلى موسكو أمس بحث الموضوع سعي كبير جدا إلى معرفة أين هو الدور الروسي في سوريا ومدى تأثيره وكيف يمكن تنصيقه مع الروسي يتعاملون معه بأنه سيفزو حدين هو من جهة عامل كابح لإسرائيل ومن جهة صديق ومن جهة هو قد يكون عامل مطمئن بعدم خروج الأمور عن السيطرة سننتقل الآن في نهاية الفقرة إلى كاريكاتور نشاهد الكاريكاتور الأول طبعا هذا موضوع الغاز صيغة الغاز في إسرائيل لا تزال تتعسر برنامج خطة بن يمين نتنياهو تجد عقبة بعد أن نجح في تخطي كل العوائق في الحكومة نعم الآن هناك دعوة أمام محكمة العدل العليا نتنياهو شخصيا ذهب إلى محكمة العدل العليا لكي يدافع عن مقطة الغاز وقدم مبررات بالدرجة أولا سراتيجية وأمن قومي أكثر مما هي اقتصادية حتى الآن لا تزال المسألة عالقة وهذه بالنسبة لحكومة نتنياهو ولخطة الاقتصادية مسألة حياة أمه الكاريكاتور الثاني رئيس الحكومة السابق مقطوب في الأعلى يوم حزين وهو يجر حقيبته إلى سجن مع سياهو هذا بالنسبة لإسرائيل البعض اعتبره يوما حزينا أن يدخل رئيس حكومة السابق بس هو كان دخل وخرج هو دخل منذ أيام فقط لقى يقضي محكومية سجن تسعة عشر تسعة عشر شهرا لأنه أدينا بالفساد أن يدخل رئيس حكومة إلى السجن بتهمة الفساد هذا اعتبره في السجن يوما حزينا شكرا دكتور عباس اسماعيل المتخص في شأن إسرائيلي على اندماميك لنا في هذه الحلقة مشاهديننا نتوقف الآن مع فاصل قصير نعود بعده ونتابع خلف الشدار القمع اشتركوا في القناة اهلا بكم من جديد إلى خلف الجدار أم الحيران هي نموذج للسياسة الإسرائيلية في التعاطي مع السكان العرب في النقب فبعدما هجر السكان من بلداتهم عام 1965 أمرت إسرائيل بإقامة هذه البلدة وأهملتها كل السنوات الماضية حتى امدادات الكهرباء والمياه لم تصلها الآن تخطط إسرائيل لإقامة بلدة يهودية على أنقاضها واستقدام مستوطنين وطرد المواطنين العرب من أرضهم عن هذه القضية نخصص أصحاب الأرض الليلة ونستقبل معنا دكتور ثابت أبو راس المتخصص في قضايا النقب يحدثنا من القدس أهلا بك دكتور وقبل أن نبدأ معك الحوار سنذهب إلى تقرير لزملتنا هناء محمد منذ النكبة حتى اليوم لم تتوقف إسرائيل لحظة واحدة عن مصادرة أراضي النقب وتهجير أهله الفلسطينيين بهدف تهويده قرية عتير وأم الحيران تقفان اليوم في وجه مخطط لاقتلاعهما ولإقامة مستوطنة ومتنزه مكانهما طبعا في سبيل إبقاء أهلنا في قرية عتير أم الحيران نحن سنعمل على مصارين المصار الميداني والمصار السياسي ألا وهو طبعا البرلماني من خلال اللجان والهيئة العام لم يترك أهالي أم الحيران وعتير بابا إلا طرقوه المحكمة الإسرائيلية العليا أقرت إخلاء القريتين لمصلحة المشروع الاستيطاني الجديد فيما المباحثات هنا في الكنيسة التي يحاولون من خلالها التأثير على الحكومة يبدو أن لا جدوى لها رئيس لجنة الداخلية التابعة للكنيسة التي بحثت القضية تأكد أن لا قرار للجنة يجب نضال جماهير من جميع المثلث ومن الشمال ومن الجنوب ونأخذ بعين الاعتبار أنه هذه دولة فاشية وزي ما بيقوله قصة وقت إذا بنصمد يعترفوا بنا غصبا عنهم لأنه ما حد عملنا معروف هذه أرض أبائنا وأجدادنا نحن موجودين في المنطرة في قرية عتير وم الحران موجودين من سنة 1955 نحن في السابق كانت أرضنا في منطقة شوال اللي هي بيقولها واد زبالة أرضنا ملك دور حجر كنا بنين دور حجر اللي من إسرائيل استحلت البلاد هدمت الدور وهجرونا لمنطقة أخرى منطقة بيسموها منطقة كحلة وبعد شوي لمنطقة والمرحلة الثالثة اللي جبونا لعتير فيها جبونا بالقوبة جامل الحكم العسكري ويجينا على خطرنا ويعيش في أم الحيران وعتير نحو 1500 فلسطيني في ظروف بداية قاهرة بسبب سياسة عدم الاعتراف والتهميش الإسرائيلية هنا في القرن الواحد والعشرين يصمد هؤلاء من دون شبكات مياه وكهرباء ومواصلات وأحيانا من دون بيت يأويهم إذن مشاهدين نتوقف مع فاصل قصير لنعود بعده لنتابع هذه القضية الإنسانية والتي تمعن إسرائيل في استخدامها لهدفها العنصرية والتهجرية للفلسطينية هي بوصلة القضايا وملهمة الكثيرين مدنها أزهار أطفالها أبطال الشعوب تفاجئك الشعوب تفاجئك ما منعرف شو رح يقفل من المقاومة فلسطين حاجة تربينا عليها من أيام الطفولة أنه أوكي أنت تونسي أما عندك وطن تاني هو فلسطين أول كلمة بحكة كانت فلسطيني بيجي بقوم ببوسك ولك إحنا نحب فلسطين جندي يعني صغيوني كي بيش يجي يقتل فلسطيني ما هوش بيش يسأله على دين مقبل رجاء آدت الأغنية إلى كل الشهداء الذين سقطوا من الجزائر أنا غزة مترو يأتيكم السبت الساعة السادسة مساءً بتوقيت القدس الشريف حقية القدس الإجتياح قصة الغزو الإسرائيلي للبنان عام 1982 ما سبقه وما تلاه خبايا معلومات وكواليس تكشف لأول مرة لن أنسى حد منها سأجعل أستالينجران كان في ثلاثة عميش تهلوا على أكي البشرين طلبوا منه باجتماعنا هاريا أنه يوقع مهار السلام ورافق دمع الحلقة الرابعة تأتيكم السبت التاسع مساءً بتوقيت القدس الشريف نحن نختلف سياسة لا ديانة الخلافيات بعيدة كل البعد عن الأصول رجل الدين إذا وصل إلى المناصب السياسية يريد أن يلوي بأعناق النصوص لصالح فكرة يتبناها أو رأي يريد نصرته إذا أردنا أن نتحدث عن حلول لا بد أن نتحدث عن نهضة أمة على المستوى الفكري وعلى المستوى العلمي وعلى المستوى الاقتصادي وعلى المستوى السياسي والاجتماعي وما إلى ذلك بحيث ننتج أنفسنا من جديد حتى تكون النتائج مغايرة الإسلام وآليات إطفاء القروب الإسلامية البينية عنوان برنامج الإفلاميم يعاد بثه السبت الثالث ونصف فجراً بتوقيت القدس الشريف خمسة أعوام على السابع عشر من فبراير كيف تحولت الجماهيرية الليبية إلى إمارات لداعش وللتنظيمات المسلحة؟ انقسام جغرافي وسياسي وأكثر من ألف ميليشيا ومليون طن من الأسلخة هل تنجح حكومة الوفاق في ترتيب الأوضاع؟ هل في الشمال الأطلسي يستعد لبدء عملية عسكرية في ليبيا؟ فما أهدافها؟ وهل تشارك موسكو ضمن التحالف الدولي؟ وماذا عن دول الجوار؟ ليبيا حل سياسي وتدخل عسكري عنوان ندوة الوسبوع يعاد بثه في الأوقات التالية إذن من جديد أهلا بكم مشاهدين إلى خلف الجدار أرحب بدكتور ثابت أبو راسم من جديد أيضا المتخصص في قضايا نقبنا القدس أهلا بك دكتور طبعا نحن سنتحدث عن عطير أم الحيران وما يواجهها من سياسة إسرائيلية عنصرية تهجيرية لاقتلاع السكان من أرضهم ولكن بداية أخبرنا قصة هذه القرية للمشاهدين الذين لا يعرفون الكثير عن أم الحيران نعم أم الحيران عمليا سكان من الحيران كانوا يسكنوا في قرية معروفة باسم خربة زبالة تبعد حوالي 25 كم عن مكان القرية الحالية من الحيران في الهجروا بعد النكبة من قرية من مكان لآخر وفي العام 1956 طلب منهم بعمر من حكومة الإسرائيلية السكن في هذا المكان الموقع المعروف اليوم أم الحيران وتفاجأوا أن قبل حوالي 10 سنوات الحكومة الإسرائيلية طلبت منهم التنكل إلى بلدة معروفة باسم حورة طبعا يرفضون ذلك يعني يرفضون اكتلاعهم من أرضهم ويطالبون إذا أردتم اكتلاعنا من هذه القرية أرجعونا إلى قريتنا الأساسية الأصلية خربة زبالة والحقيقة أن دولة إسرائيل في سياستها تعمل أو هناك ثلاث مركبات للسياسة الإسرائيلية أمام عرب النقب وسكان من الحيران أولا تركيز عرب النقب ثانيا تمدينهم إسكانهم في مدن وثالثا مصادرة أراضيهم تم مصادرة أراضي سكان من الحيران في خربة زبالة ونقلهم إلى القرية الجديدة في 1056 وما زالوا يعيشون الآن الآن حكومة إسرائيل تريد اكتلاعهم ونقلهم عنوة ضد رغبتهم وتمدينهم أي إسكانهم في بلدة اسمها حورالة وهذا الأمر غير مكبول على السكان ويريدون يطالبون بالاعتراف يطالبون بالاعتراف في قريتهم قرية أم الحيران والحقيقة أن هناك لجانة تخطيط الحكومية نفسها أوصت بالاعتراف في هذه القرية في 2010 إلا أن الحكومة نفسها تدخلت وأبطلت هذا الاعتراف ومن هنا بدأت المشاكل هناك أوامر هدم في حق هذه القرية الذي ممكن أن تنفذ كل يوم دكتور أبو راس هل هي سياسة سيطرة على أراضي مهما كانت هذه الأراضي يسكنها العرب أو الفلسطينيين أم أن لأم الحيران خصوصية ربما في السياسة الإسرائيلية يريدون إقامة مشاريع معينة لها أهداف استيطانية معينة الحقيقة أن أم الحيران هي قرية من 34 قرية غير معترف فيها وهناك خطر لهدم كل هذه الكرة وليس فقط أم الحيران الآن التركيز على أم الحيران حقيقة أن أم الحيران قريبة من الحدود ما يعرف بخط الأخضر الذي يفصل بين دولة إسرائيل وبين الضفة الغربية هناك بعض التخطيطات لحكومة إسرائيل بشكل عام أولا يتحدثون عن تطوير النقب ولكن هذا التطوير معناته هدم وتهشريد وتهجير عرب النقب وتركيزهم وجلب سكان يهود وقامت مستوطنات يهود على أراضي عرب النقب أنفسهم يعني الحقيقة أن أم الحيران الآن مخطط لتهجيرها وهدمها وبناء قرية يهودية بلد يهودية حتى تحمل نفس الاسم باسم حيران الآن ليش أم الحيران أم الحيران قريبة جدا من الحدود الخط الأخضر وحكومة إسرائيل هناك بعد استراتيجي لما كان القرية هذه هناك محاولة لمنع أي تواصل جغرافي وديمغرافي بين جبل الخليل في الضفة مرورا بعرب النقب ومركزها في بيري السابع وأيضا قطاع غزة حكومة إسرائيل تنظر إلى هذه المنطقة وفي هناك تخوف من هذا التواصل الجغرافي والديمغرافي العرب فلسطينيين في هذه المنطقة هذا هو البعد الاستراتيجي وراء كل هذه الخطة لكن واضح جدا أن سكان أم الحيران وعاتير هم الأصليون هم سكان النقب الأصليين يعني حتى عام 1930 أو 40 يعني قبل قيام دولت إسرائيل بعشر سنوات لم يكن هناك يهود بالمرة في النقب والآن يحاولون تهويد هذا الحيز اللي اسمه النقب حقيقة أن هناك مكان شاسع للجميع يعني النقب يساوي 50% من مساحة فلسطين التاريخية وساوي 60% من مساحة إسرائيل يسكن فقط 8% من سكان إسرائيل يعني هناك مكان للجميع ولكن سياسة التهجير هي وراء ذلك تركيز عرب النقب إسكانهم في بلدات وترك باك النقب لاستيطان يهودي واسع وعسكرة النقب نقل منشآت عسكرية من منطقة المركز منطقة تل أبيب إلى النقب على حساب أراضي عرب النقب في الواقع الحالة التي يعيش فيها عرب النقب ليست بالحالة المطرفة على اعتبار أنه منذ أن تم نقلهم من بلدتهم إلى أم الحيران لم يتم تأمين أي من موارد العيش البسيطة كيف يعيشون دكتور أبو راس وما هي مقاومات السمود لدى عرب النقب في أم الحيران تحديدا أن أتحدث عن هذه البلدة نعم حقيقة أن أم الحيران قرية غير معترفية معنى ذلك أن الدولة لا تعترف لا تقدم أي خدمات لهذه القرية بدون ماء بدون كهرباء مع الألم أن على بعد كيلومتر فقط من القرية هناك مزرعة فردية يهودية هناك مزارع فردية لليهود يعني العائلة واحدة تملك مئات وألاف الدنامات المزرعة الفردية القريبة جدا من أم الحيران يعني يصلها الماء والكهرباء مع العلم أنها لا يسكنها أحد إلا عائلة واحدة وهي مكبرة للكلاب والقطط ومع كل هذا يصلها يعني تأخذ كل هذه الخدمات سكان أم الحيران وعاتير صامدون يعملون والحقيقة أن هذه أحد الكرة النقباوية اللي ما فيش فيها أي بطالة يعني الناس تعمل في تربية المواشي جزء منهم وآخرون هم يا أصحاب مصالح تجارية يعملون في مناطق أخرى وأكاديميون كثر بينهم من أطباء ومحاميون الآن مقاومات الصمود واضح جدا أولا حقيقة تحية لهؤلاء الناس الذين صمدون على أرضهم بالرغم من هذه الظروف الصعبة بدون ماء وكهرباء وبدون أي خدمات يعني يؤمنون بحقهم في هذه الأرض في هذا المكان وحقيقة أن هناك التفاف حول هذه القضية يعني لا يعقل أن تهدم قرية عربية بهذا الشكل من أجل أن تقيم قرية يهودية يعني اليوم أم الحيران والقرى الغير معترف فيها يعني أمام هجم أشرس الهجمات وأعنف الهجمات منذ عام 1948 يعني هناك محاولة الاستفراد في هذه القرية والقرى الغير معترف فيها في عرب النقب وحقيقة جدا وحقيقة يجب أن نقولها أنه في حاجة لتكاتف كل الكوى في الداخل الفلسطيني من أحزاب وفعاليات سياسية ولجنة المتابعة ولجنة التوجيه من أجل حماية هذه القرية ودعم صمود الأهل دعم صمود الأهل بزيارتهم أولا برفع هذه القضية إلى يعني مرافعة دولية إلى الساحة الدولية دعم صمود الأهل معناته التواصل معهم بشكل يومي كل هذه الأمور مكومات وهناك أيضا سلاح قوي جدا بيد السكان العرب في النقب وهو استعمال القضايا العشائري حقيقة أن حكومة إسرائيل تعمل على شرذمة عرب النقب وبعد في حالات معينة تعطي أرض تابع لعرب النقب لعشيرة أخرى الآن عرب النقب يفهمون أنه لا يستطيعون النقل والعيش على أرض بدوي آخر بدون موافقة صاحب الأرض بالرغم من أنها مصادرة أو ممكن تصادر على يد حكومة إسرائيل فهناك تعاون بين الناس تعاون معين يحمي هؤلاء الناس هناك دعم لهؤلاء الناس من الفعالات السياسية لكن حقيقة يجب أن أكون أن أحزابنا ولجنة المتابعة لن ترتقي حتى الآن لمستوى الحدث لماذا؟ في حاجة لدعم أكثر لصمود الناس نعم؟ لماذا؟ لم أسمع السؤال؟ أسألك لماذا لم ترتقي أحزاب إلى مستوى النقل؟ نعم أنا أعتقد البعد الجغرافي للنقب عن الجليل والمثلث حيث مركز النشاط السياسي والعمل السياسي في الجليل يعني مراكز الأحزاب السياسية كلها في الجليل وفي المثلث مهم جدا في هذه المناسبة أن لجنة المتابعة الجسم المظلة الكبرى لجماهير الداخل العرب الداخل أن تفتح مكتب في النقب وللوقوف مع عرب النقب يعني البعد الجغرافي له أسبابه ولكن ليس فقط عرب الشمال عرب الجليل ومثلت في حاجة أن يشاركوا في هذه المعركة في لحماية عطير أم الحران أنا أعتقد أن هناك أن حكومة إسرائيل استطاعت أن تعمل على شرذمة عرب النقب بشكل ناجح إلى حد ما القبلية والعشائرية في النقب قوية جدا وتحول دون وحدة العشائر في هذه المعركة وللأسف نعمل الفعالية السياسية تعمل الآن على توحيد كل عرب النقب من أجل حماية أم الحيران وعطير لأنه إذا سقطت هذه القرية وتم هدمها في جايف الدور بعدها عشرات الكرى لهذا السبب أصبحت أم الحيران خط الدفاع الأول عن باقي القرى فمهم جدا وحمايتها محليا ودوليا أيضا لهذا السبب هناك تواصل مع الصفارات الأجنبية اليوم تواصل مع العالم ودعوة إلى الوقوف مع هذه القرى وعدم هدمها دكتور أبراس تتحدث عن نقطة مهمة جدا وهي الوحدة الداخلية بين العرب وبين العشائر هل ممكن أن يكون هناك مصالحات أو وحدة موقف أقله فيما يتعلق بمصلحة مشتركة وهي عدم التهجير وفي وجه مخططات إسرائيل نعم أنا أعتقد أن التحديات التي تواجه عرب الداخل كثيرة جدا رأينا إخراج الحركة الإسلامية خارج القانون ومنعه من العمل السياسي رأينا الهجوم الشديد في الأيام الأخيرة ضد التجمع الوطني الديمقراطي وفي هذا السياق أيضا تحدي كبير هو تحدي النقب الإمكانيات قائمة أنا أعتقد أن العمل السياسي في الداخل الفلسطيني قوي جدا مع إقامة القائمة المشتركة ووحدة الأحزاب يعني إذا ننظر اليوم إلى كل منطقة الشرق الأوسط العالم العربي نرى أن هناك نقطة ضوء هي عرب الثمانواربين عرب الداخل بوحدتهم من خلال القائمة المشتركة الذي تبشر خيرا وأيضا في حاجة للعمل بين العشائر أيضا من أجل توحيدها وإفهام كل العشائر أن يعني في التالي بناشي نقول أكلت يوم وأكلت الثورة الأبيض يبدأون في أم الحيران ولكن في التالي سيصلون إلى كرة أخرى فمهم جدا العمل على حماية أم الحيران وعثير وهذا ما تكون به الفعاليات خاصة أن هناك تحضير لمظاهرة ضخمة وكبيرة قطرية في مدينة بير السبع في أول شهر مارس آذار في ثلاث ثلاث وبعدها تأتي نشاطات أخرى في جميع الساحات فالنضال الشعبي والعمل الجمهري هو السد المنيع أمام منع منع هدم هذه القرية وخاصة أننا جربنا النضال البرلماني والنضال القضائي وأيضا التخطيطي ولكن رأينا نرى أنه في التالي أن قضية عثير أم الحيران هي قضية سياسية قضية إخلاقية لا يمكن هدم قرية عربية من أجل قيام بالضبط وبناء على أنقاضها قرية يهودية في نفس المكان هذا الشيء لم يحدث من عام 1948 واجب منع حدوث ذلك أشكرك دكتور ثابت أبو راس وبالفعل أنت ختمت مع رسالة مهمة نتمنى أن تسمعها كل الفعاليات العشائرية في النقب وحتى الهيئات سياسية ولجنة المتابعة التي تتوجهت إليها بشكل خاص إذن دكتور ثابت أبو راس أمدو خاصة في قضايا النقب شكرا لك كنت معنا سنختم خلف الجدار مع شريط فيديو ربما الكثيرين قد شاهدوه وأيضا البعض ربما لم يشاهده ولكن لا شك أنه استحوذ على الكثير من الاهتمام هذا الأسبوع والكثير من الدعوات الإنسانية لوقف إسرائيل عند حدها شرطة الاحتلال الإسرائيلي لا تفرق كما هو معروف في عنصريتها فالكل مضطهط حتى وإن كان معوقا بديو لسرطة إسرائيلي يحاول أن يوقع بمقعد فلسطيني انتشر على مواقع التواصل هذا الأسبوع بشكل كبير وطبعا أثر موجة من الغضب بين الفلسطينيين طبعا كما تقول القصة بأن هذا الشاب الذي كان على كرسيه النقال كان يحاول أن يقز الفتاة ياسمين التي قتلها الإسرائيليون بوحشية ووقفوا يتفرجوا على جفتها وهكذا لم يفرقوا بين مشات هذه طبعا الصور القاسية أنا عود برابسها من جديد وأيضا مقعد لا يستطيع أن يسعف نفسه أو أن يمشي هذا الفيديو حصد أكثر من نصف مليون مشاهدة على مواقع التواصل إذن مع هذا الموضوع نصل إلى ختام خلف الجدار مشاهدينا لهذا الأسبوع أشكر لكم المتابعة بإمكانكم التواصل الاجتماعي عبر الفيسبوك عبر تويتر وعبر الإيميل الخاص بالبرنامج لا تنسوا في أن ترسلوا لنا اقتراحاتكم وأيضا الموضوع التي تحبون ربما أن نناقشها في برنامجنا خصوصا متعلقة بالفلسطينيين في الداخل في محاولة لإضاءة على المعاناة على العنصرية وأيضا على القضايا التي تهمهم بشكل خاص شكرا للمتابعة ونلقاكم الأسبوع المقبل بإذن الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة